اهلا بكم طلاب وطالبات كلية الطب جامعة امي تي اي فضل لنا جزء صغير في مجموعة محاضرات الكارديو فاسكولر سيستم تعالوا نشوف يطرى المشاكل اللي ممكن تحصل في تكوين الارترز ودي المحاضرة الرابعة بتاعتنا وبعد ما نشوف المشاكل هنشوف ازاي البلاد سيركوليت في الجنين وبعد كده ايه اللي بتغير بعد الولادة يلا بينا نبدأ على طول برضو زي ما تعودنا احنا فين دلوقتي عشان الناس تبعاني هيفتح المحاضرة دي هيلاقي انها في بارت فور فطبعا قابليها فيه سري بارتس لازم تشوفهم قبل ما نوصل على قل على قل لو عايز شوف دي دلوقتي لكن هو الاصاح ان انا اخذ الاربع اجزاء وربعة من بارت وان البارت فور ونحن دلوقتي في المحطة الربعة والاخيرة وهنشوف هنتكلم فيها علي هنشوف الفيت اوف دورس الاورتي مين وشمال الاول وبعد كين نشوف الانوميليز طبعا هي مقرد مراجعة اللي قلناها قبل كده احنا عندنا الابر بارت او الكرينيال بارت اوف زا تو دورس الاورتي زي بعض بيعملوا الانترنا كروتي بيشاركوا في تكوين الانترنا كروتيد ارتري فاكرين لما قلت ان ده مين ثورد اورتيك ارش نيو برانش اسمه ايه اكسترنا الكروتيد يبقى الحتة دي منه يبقى الكمن كروتيد والدورسال بارت مع الابر بارت والكرينيال بارت كان لازم عشان الانترنال كاروتود ارتري يروح للهدوناك كان لازم الحتة دي من الدورس الاورتة اسمها داكتاس كاروتيكاس اللي ما بين الاتاتشمنت اف سيرد ان فورس ارش لازم تختفي بعد كده بنقول إنًا الادورس الاورتة الحتة دي ما بين الاسم وهناها من الدورس الاورتة ما بين الاسم سيردك الماضي تشارك في تكوين السم بعيث ارش right seven cervical intersegmental will a site of union will generate لما نروح على left side بقى هنلاقي أن cranial bar زي النحط تانية internal crotid وباردو Dr. Scoroticus بتختفي لكن الجزء ده مع left force aortic arch دول هيعملوا ايه مع stem of aortic sac و left force aortic arch و left dorsal aorta below Dr. Scoroticus ده Arch Fort وهو the final form بقيت dorsal aorta الشمال هيعمل descending thorac aorta وبعد كده هيكمل از ابدومن الاورطة وطبعا الاثنين دول هبوا common iliac artery في نهاية ابدومن الاورطة و دي قلت عليها الحتة اللي بتختفي arterial system defect تعالوا نشوف ايه ال defect الممكن تحسن بديل وتوافيل تعالوا نشوف الصورة دي بتوريني حاجة اسمها double arch fort نورمالي مفروض يبقى كده لكن هنا الحتة دي فضلت فابتدى يبقى فيه two arches عاملة زي لا اسمه قلب اللي بتعملوها فهنا دي اسمها ايه double arch fort يطر ايه الحتة اللي فضلت دي بيقولي due to resistance of the part of right dorsal aorta ما بين origin of right subclavian and site of union الحتة دي مفروض تختفي فبالتالي يبقى هنا فيه قرش وهنا فيه قرش والقرش بقى اللي هو ال abnormal right arch ده هيطلع منه هنا هيبقى مين ده بقى يبقى ال right subclavian ال right subclavian مش هيبقى كل ده هيبقى طالع من هنا من قرش abnormally present بقى انا كان مفروضي بقى عندي واحد بس شمال لا بقى عندي اتنين arches double arch of order برضو عشيطوا معايا برضو ده the pulmonary trunk زي ما انتوا شايفين هنا يمكن واضحة هو ان هو ماسك فيه او طلع منه pulmonary arteries ودي حتة اللي اسمها ductus arterios بنيجي الانوملي رقب اتنين اسمه right sided arch forward يعني left مش موجود بقى والright هو اللي موجود تعالوا نشوف السبب due to resistance of the distal part زي ما حصل في الright بس الناحيتين فضلوا فالناحية اللي فاتت كانت قرش شمال وقرشينين هنا فيه resistance of the distal part of the right dorsal aorta الحتة اللي كانت هنا من اول right seven cervical intersegmental to site of union between two dorsal aorta with the generation of crossbonding part ايه الcrossbonding part ده اللي هو between left x left seven cervical intersegmental with site of union هيختفي حصل العكس فبالتالي يبقى عندك الارش شكله ايه abnormal right sided aorticoarch هنا فيه حاجة شهيرة اسمها aorticoarchitation بيقول لي ايه بيقول لي نورمالي ان الدكتس ارتريوزز تحصل لها contractions تقفل والcontraction ده extent وطبعا ده بعد الولادة ده change بعد الولادة الدكتس ارتريوزز بتفضل مفتوحة طول ما الجنين لسه ما تولدش تقفل تقفل وبيقولوا ان النقلاء بتاعها ده او contraction لانها تبتيج تقفل بcontraction الاول وبعد كده يتكون وسائد جوه يعرفين الكاشونز بتاعة الهارت كون وسائد جواه وبعدين الوسائد دي يحصلها فيبروزز وتقفل الاول الدكتس بتقفل by contraction وبعدين fibros اللي ترقون contraction اللي بيحصل في الدكتس ارتريوز بعد اللي ده بيمتد في القرش في ارتريوز below the origin of left subclavian artery يحصل ناروين بس ناروين تيمبرري وبقى نيف تحتاني مجرد تأثرنا بالعملية اللي بتحصل في الدكتس ارتريوز لو فضل بقى الناروين ده موسعش بيسموها aortic co-arctation aortic ايه؟ co-arctation طيب الاورتك co-arctation دون اول حاجة تعرفوها انه هو ناروينج في البرزيستان ناروينج يعني مستمر of the arch في اورطة below the origin of left subclavian artery سببه اللي هو الافاكت بتاع الكلوجر بتاع الدكتس ارتريوز اللي ماسك في القرش امتد للول بتاع الاورتك ارش بس المفروض امتد مؤقت بتاع ده برزيستانت الاورتك ارش دون لما يبقى ناروط below the origin of left subclavian ادي left subclavian اهو ادي ناروينج بيقلن البلات سبلاي اللي رايح لفين lower half of the body descending aorta هيدي بلات سبلاي للتشاست الصوركس بقى كده ينزل لكل الابدومين وكل اللور للب بقى كده ينزل لكل الابدومين وكدوا ان في حالتين موصفين مع الاورتكوركتشن تعالوا نشوف الاول ايه هو الاورتكوركتشن ده extension من الدكتر كما قلنا في نوعين في الحالة دي في نوع بيبقى معها داكتس ارتريوز مفتوح بس الدكتس قبل الكوركتشن ممكن تلقوها مفتوحة وممكن تلقوها مقفولة اللي هي القبل ناسف دي البوست داكتل الكوركتشن فاكرين الدكتس طبعا اللي هي الارتري اللي ما بين الليفت بانوني الارتري وبين القرش فاوض في الحالة دي اللي هي الكوركتشن بوست داكتل غالبا بتبقى مقفولة طيب في حالة ثانية بري داكتلان بري داكتلان ماروينج قبل الكوركتشن وغالبا بيبقى معها أو بيتنت داكتس ارتريوز ايه فيبقى ايه؟ فيبقى البلاد بيوصل عن طريق داكتس ارتريوز مبقى طبعا ده انا اعملي اوكي؟ لازم طبعا يتعالج اه عملياته ازاي؟ انا مش مش عارف عايزة جراح اطفال هو اللي يقول لنا جراح صدر قلب اطفال او فاسكولر حاجة فاسكولر الانومالي دا غريب شوية بيحصل حاجة اسمها انترابطة ارش اف اورتة يعني الارش بيجي بعد ويبتدي في حتة ميسنج في الوسطة حصلها وغالبا بيبقى معها due to generation of left force aortic ارش left force aortic ارش ما تكونش ومكان الحتة اللي كان المفروض يعملها ما بقتش ايه موجود تعارفين الارش في ارتة دا بيتكون من ايه؟ stem of aortic sac left force aortic ارش ودرس الاورتة الشمال left force aortic ارش المختفى بقى فيه loss of connection ما بين الجزء اللي جيه من الاورتك sac وبين الجزء اللي هيجي من الدرس الاورتة الحتة بتاعت left force aortic ارش متكونش تمام؟ بيلوزيس disruption او interrupted part شارط تكون موجود معي عشان تدي بلاط للجزء اللي هو لانا ما فيش اي مصدر بلاط تاني هيجيلي البلاط من مين؟ من البلموناري A من left pulmonary artery اسمها interrupted او ارتك ارش هنا بقى هيبقى فيها اسمها abnormal origin of right subclavian artery right subclavian artery ممكن نلاقيه جاي من الدرس الاورتة descending تفكرين الاورتة ascending وقرش مفروض انه بيطلع من breakus falica artery اللي طلع من الارش ايه اللي يخليه يطلع من الدرس الاورتة ايه اللي يخليه يطلع من الدرس الاورتة تعالوا نشوف ادي ده النورمل اللي كان موجود عندنا ده مين ده جماع؟ ده الright force aortic arch وده الright dorsal aorta موسيقى الاورتش اختفي والرائد تورسل أو ارتكتاف يقول للرائد صوبكليفين اللي طالع من الرايت سيفن سيرفايكل انتر سيجمينتل هيبقى طالع من اين مفروض ان الجزء ده هو اللي كان يختفي اللي بين الارجين أوف رائد سيفن سيرفايكل انتر سيجمينتل وما بين السايت оф زيونيون هو ده اللي كان مفروض يختفي طب ما اختفاش ليه بقى لانه لو اختفر آخر زي ما دول اختفه يبقى الارد واقف في الهواء فلو ده الريد فورس أورتي كارش والريد دورس أورتي اللي كان مفروض يعمله ما تكونوش أو ما كملوش يبقى الريد سيفنز اللي هو كمالتهم عشان يعملوا هو اللي هيعمل ولازم الجزء اللي تحت وما بينه وبين السايت وف يونيون يفضل وبكده لو انتوا عارفين يبقى الريد سب كليفين طلع من من الديسنينجس راسك أورتي مشكلة الحالة دي ان الديسنينجس راسك أورتي شمال والريد سب كليفين عايز يروح يمين بيروح يمين وراء الأصفكس السكة بتاعته عشان يجي من الديسنينج أورتي الشمال للريد سب كليفين او الريد عبر لم بيمش وراء الأصفكس وبكده هيبقى بريست أوفر هيبقى كومبريست باي أصفكس خصا في البلع فهتلاقوا ان الارتري ده بيتضغط والتالي بلات سب لاي بتاع الريد عبر لم بها يتأثر لانه مضغوط بين الأصفكس وبين الفرتبرا القرى فلو جاي حد قالوكو انا بحس بألام او واجع في دراع اليمين بقى نشك ان البلات سب لاي بيقل في اللحظة دي نتيجي تبالع الأكل وضغط على هذا التفسير بتاعها اللي سوصفه لكو دلوقتي اللي هو ده اللي هو ده من الظهور ده من الظهور ده وبينش سايت او شايفين اللي طلع منين من بداية الدسينينج اوورطة اوكي وربيشي ورا الأصفكس عشان يروح النحالي مين ده ام نورمال رايت ساب كليفين ام نورمال اورجين اوف رايت ساب كليفين اخر حاجة معنا ازاي بتاع سيركوليشن في الجنين بلاد سيركوليشن في الجنين هل هي زينا ولا فيه تغيرات لان ظروف الجنين انه بياخد بلاد من البلاسنتا والبلاد ده لازم يروح للهارت والهارت يوزعه فليه ظروف خاص وال common iliac arthritis اللي في اخر ضمن القرطة بيطلع منهم arthritis تروح للبلاسنتا شايلة البلاد اللي مش كويس تعالوا نشوف طبعا ساهم القاسهم الكتير دي معلش قطعي زيعمل الانيميشن لكن هتزهر دلوقتي معاكو هدي اول مرحلة يطلع الاكسجينيت البلاد هيجي منين للجنين من البلاسنتا تعرفين جنرال امبيرولجي عن طريق فين اسمه ايه ده لا انا ازغر نفسي شوية عشان تشوفوا اللي اخر عن طريق lift ambelical vein عشان احنا عندنا ambelical cord كان فيه فين واحد اسمه lift ambelical vein تمام طب lift ambelical vein ده هيروح للأبدوم يدخل الأبدوم عن طريق ambelical cord وبعد كده يروح في lift branch of portal vein طيب بعد كده هيطلع من lift branch of portal vein duct اسمه ductus venus توصل الدم للانفيرو فينكاذا من قربت على قلبه ومن الانفيرو فينكاذا هنروح للرائت اتريام طبعا وعن طريق الفالف اللي موجود على ال opening بتاعت الانفيرو فينكاذا الدم اللي يتوجه للانتر اتريال سيبتم اللي انتوا عارفين ان فيها فورامل نورمل الفورامل ده بين اتنين سيبتم بين السيبتم primum اللي اتقطع في اعلى حتة منه ونزل السيبتم سيكاندم غطى على القطع ده وبينهم ستيل في ممر ينقل الدم من ال right side اللي بيستقبل الدم الحلو لمين لل left اتريام وال left اتريام يبعت الدم لل left ventricle اللي بيضخه عن طريق الاورطة ودم ده اعلى مستوى من الدم لان فيه اكسيجين طبعا هو في ال right اتريام بيحصل some sort of mix بين دي اكسيجين بلدها وليكوز بس المهم من الدم ده اللي جاي من البلاسنتا دخل ال abdomen راح لل vein بتاع liver اللي left و right divisions انتهى في left division بتاعه ونفس left division وبرت ال vein طالع منه duct اسمع ductus venusus رايحة لل inferior vena ومن inferior vena اتريام فرح من left ventricle اورط بعد كده يطلع بالاورط طبعا مثل carotid subclavian upper half of the body بالذات ال brain ده ال non-oxygenated blood venus blood from the upper half of the body يجي عن طريق ven ال right اتريام من subyro vena kava ودخلنا ال right اتريام اللي بقى فيها two flow of blood فيه flow جاي من inferior vena kava blood في جزء منه خلي بالكو مش كلو اللي ننفيرو vena kava جاي ب venus drenge بتاع اللي هو رحف في zbady تنضاف عليه مين البلاد اللي جاي من left amperical vein حصل mix بين oxygenated وال deoxygenated still mix ده خلى الاكسجين برضو يعلى حسنا حسنا تقول لي لا ده كده غلط لا مش غلط هو design اللي خلق ربنا اللي الجنين اللي هي البلاد يمشي فيه ده كافي لي انه يكبر وينمو يبقى زي الفل يبقى اول site of mix ما بين الاكسجين تدي اللي جاي من بلا center مع infero fina kava لان جوه infero fina kava اللي احنا رحنا له ده في blood venus blood جاي من lord of the feet طيب نشوف مع بعض mix from the upper of the body هيدخل الright atrium عن طريق supero fina kava ومن right ventricle اتجاه الدم من النازل ده مش عارف يدخل في form novella right left فينزل على right ventricle والright ventricle يضخ الدم في pulmonary trunk وال pulmonary trunk اللي بتتقسم left or right divisions أو branches بتبعت minimal blood من اللي وصل لها للdeveloping lung اللي مش شغالة لسه minimal ومست of the blood بيروح لل pulmonary artery ويتنقل عن طريق ductus arteriosus اللي بين pulmonary artery الشمال وبين الارش في اورط وبعد كده الدم ينزل لل descending aorta ambilical arteries placenta طبعا بينزل descending aorta ومنها abdomen والغر limb بيتغز وفي فرعين بيطلعوا من آخر الابدوم الاورط من iliac arteries يروح لل placenta باسم ambilical arteries تعالوا نشوف الرسم دي placenta وقادي lift ambilical vein لون يدخل على liver هللاقي فيه lift branch of portal vein هينتهي فيه lift ambilical vein ويطلع vein جديد توصيله سريع اهي توصلني لل inferiوف na cave توصيله دي اسمها ductus venus لكن معلومة لي كنتم مش هتسئلوا فيها مش كل blood بيروح ل ductus venus فيه شوية blood بيدخل liver يمش في liver طبعا لازم liver يتغذ developing liver فميني ما البلد اللي جاي من lift ambilical vein بيدخل liver وبعد كده هم بنروح على مين على infiro venakab طب البلد راح على infiro venakab راح لل right atrium اهو ومن right atrium عن طريق valve اللي بيحرص الفتحة دي بيتوجه الدم من form ovale يروح على lift atrium ومن lift atrium على lift van der kelly على ortha واو الحاجة بتاخد تغذية قبل الجسم كله هو brain وال upper limb ها دي جزء من circulation هتلاقوا اللون اغماء شوية في اللي جاي هنا d-oxygenated blood هو هنا في oxygenated blood ولا d-oxygenated تقول لا d-oxygenated لان فيش اي اضافة من خارج اللي انضاف عليه من الخارج هو infirifunacab اهو شايل d-oxygenated blood اهو ومع اضاف عليه البلود اللي جاي من البلسان لكن هنا ده purely di-oxygenated blood بينزل من subirifunacab على right atrium واتجاه الدم ده مش يعرف يعمل كده فينزل بندفاعه فيبق two streams لل blood واحد ماشي كده واحد ماشي كده some sort of mix هيحصل بس مش ضر ببي شغال برضو ده كويس اوي هينزل البلود بعد كده هون على right ventricle ومن right ventricle pulmonary شوية blood سويرين شايفين الart rensum رفاعة ازاي long developing لسه مش شغالة لكن most of the blood راح فين بصوا السهم السلاسي ده minimal blood هيروح لل pulmonary وmost of the blood هيروح للأورطة عشان ينزل بعد كده يغزي طبعا البلود ده mostly deoxygenated صح تدقى يتجمع deoxygenated blood هنا وبرضو في جزء من deoxygenated تعلين في نكافة راح للأورطة المهم ان كل ما ننزل كل ما deoxygenated بيعلى وعشان كده بيخرجوا 2 arthres يروحوا له البلسنتا علشان يحصل لهم exchange لكن بقية الكامل اليك الارتريس دي طبعا انتم عارفين internal والexternal iliac دول هيغزوا البلفس وهيغزوا مين هيغزوا الانترنال iliac رايح للبلفس فاداني البرانش ده قبل ما يروح للبلفس اللي هو l'ambilical artery يعني الدم ده جزء منه بيخرج يتنظف ويرجع لي متنظف وجزء يكمل تغذية هتقول بس deoxygenated ده بس في واحد دي اكسجيت بس وفي واحد بيتضاف عليه oxygenated يا ترى مين هنسميهم lower وال upper circulation lower circulation ده الخاص بالinferovina كاب تعالوا نشوف القصة ده لون الاحمر ده lift ambilical vein هيروح لمين lift division of portal vein اللي هو ده ويطلع منه شوية دم يهربوا جوه ال liver نفسه لكن most of the blood هينتنقلوا عن طريق سكة سريعة اسمها ductus venusus هتبعتني لل inferovina cava اللي طلع من وراء liver ومن inferovina cava هنروح فين هنروح لright atrium اللي عليه valve توجه الدم الفورم ovale هنروح لل lift atrium مهم قوي ان الدم يروح على lift atrium مباشرة لان اكسجينيت عالي هنروح على lift atrium اللي بتبعت الدم left ventricle ومنها للأورطة اللي اول branch ستطلع منه للhead والneck والbrain والحيطة دي وبعد كده بقيت الدم ينزل بالمنظر ده طيب نقول circulation التاني هم هيتجمعوا هنا هم two circulations في الحيطة دي نقول circulation التاني يا جماعة سمحتوا دي الاولانية هي هتوصل هنا circulation تنضم ليها وينزل هم الاثنين في ال descending order طيب فين circulation التانية اللي نسميناها upper ودي اللي جايبة الvenus the range بتاع upper half of the body عن طريق venus موي sobeiro venacab right itri هينزل الدم مباشرة الright ventricle ومنه للbalmoneary trunk balmoneary trunk الدم اللي وصل له هيقسمه مش بالعدل كمية قليلة تروح للlung اللي لسه مش مش محتاج دم كتير لكن most of the blood هيروح للارش فورت عن طريق توصيلة بينهم بين left pulmonary arty والارش فورت في توصيلة اسمها ايه ductus arterioses من شطرة او شطرة يقول لي ductus arterioses develop من انه arches من الاورت كارش ها عارفين من dorsal part of left six aورت carش من left six aورت carش dorsal part of left ductus arterioses عرفتوا لي بقى علشان الدم ده مش محتاجين كله للانج معظمه هيروح للأورت وبكده توصيل كوليشن انضافه على بعض امتى وفين في القرش في أورت عند الاتتاتشمنت او بعد الاتتاتشمنت of ductus arterioses وينزيل توستريمز مع بعض ووضح ان اللون غماء قوي لان الاكسجنيت بلد عيلي قوي لكن هو مش بدليل ان دوها نازل بيدي كدني بيدي جنادز ويغزيه وبعد كده في آخره common illic common illic كله common illic يديني internal illic external illic وال internal illic بقى بياخد جزء من البلد من اللي جاي من فوق هنا ويطلع به عن طريق to arteries رايحين للبلسنت عشان يحصل ايه exchange يبقى exchange ايه التغيرات اللي بتحصل بعد الولاد في immediate وفي late immediate يقول لي start banonial circulation ليه يقول لي عشان بعد الولاد بيبي بيصرخ ولما يصرخ بياخد الinspiration بتاعه الinspiration ده بيدخل جوه lung يبتدي expand lung بعد ما كان تكلاب ستشغال هتتملي بالهواف اللون بتتملي وتاخد شكلها اللي احنا عارفينه بعد الولاد لما البيبي ياخد هوا جوه فتبقى inflated بالهوا والدم اللي كان فيها هي كانت كرة كده collapsed وملينة دم الدم اللي كان في الكرة collapsed دي لما تنفخت الدم انطرد dismissed from the lung to the a a الدم اللي في lung هيهرب منها لما تنفخ بالهوا يهرب لمين لل الليفت اتريم عن طريق for pulmonary vein الليفت اتريم فاجأة ملم كمية الدم اكتر من اللي كانت عنده قبل كده طب وده يحصل ايه بقى بين الليفت اتريم وبين الريت اتريم في two septa septum primum ويمين septum scandum فكمية الدم اللي رجعت للليفت اتريم دي هتزق primum على scandum مين اللي كان بينهم ممر اسمه form ovale الممر ده تقفل functionally immediately بعد الولاد تفضل كده كتير كم شهر كده وال contact بين هم يبتدي يعمل fibroses وتقفل تماما في 20-25 في المين بالنسب يمكن يبقى في remnant فتحة زيارة اسمها probatent فكرينا probatent دي بنعملها عملية ولا نسيبه نسيبه مش هيتأثر بالفتحة الصغيرة دي functional closure or foramen ovale طيب كمان الدكتس ارتريوز ببتدي يحصل دكتر contraction هو ده اللي بيمتد في القرش ويعمله associated contraction بس بتاع القرش بيرجع والدكتس تقفل بترجعش تفتح تاني مفروض ان immediately في ثلاث حاجات بعد الولاد اول start pulmonary circulation مع رجوع الدم لل left atrium الدم نزل left pulmonary circulation بقى تمشي بطريقة مختلفة لان lung دلوقتي pulmonary artery هيتدي كل الدم اللي في developing لل lung مبقتش developing بقت functional دلوقتي لان الدكتس ارتريوز اتقفلت فاضطر الدم يروح لمن يروح لل lung من pulmonary فاكرين قبل الولادة في during pregnancy كانت الدكتس ارتريوز مفتوحة فمعظم الدم بتاع pulmonary trunk يروح للأورطة لكن بعد الولادة هتقفل الدكتس دي فالدم يروح لل lung تمام ويتبتدي البalmonary circulation يبتدي بحاجتين اول حاجة baby صرخ خد inspiration الدم راح هرب من lung وراح لمين فاكرين معي ثواني جماعة power بتاع اللاب هيفصل فنحن مش عايزين ويفصل خلاص قربنا نخلص احنا خلصنا تقريبا فيمتوني جماعة بالموائس الكريش ابتدت ليه ابتدت علشان اللي كان في اللونج اضطرد لما بيعيط وراح لليفتي اتري ها دي سك طب البلود اللي رايح ده اللي طلع من اللونج اللي رايح لللونج هيحصل له ايه تقول الدم اللي رايح لللونج هيزيد بعد مكان قلي الليه الدكتس بتقفل يبقى البالموني circulation اشتغلت الدم اللي رايح لللونج بالموني الارتري واللي راجع باموري بقى شغال دلوقت طيب الفورام الوفال الدم اللي رجع للليفتي اتري خلى السيبتم رايح مام يضغط على السيكاندم وقفل المسافة اللي بقى طيب بعد كده الموضوع ده هيستمر ويتحول لليجامنس ايه هي الليجامنس بقى اللي عندنا بيقول عندي حاجة اسمها ليفت امبيلكل فين هيبقى الليجامنس بي句 الليجامنس ليفت ليفت برانش بتاع البارمانري بتاع البارمانري في الليفت برانش وبرتال في game الجامنتوم تيريس dieser細 لاحظم من المج extr Denmark لون من الFT اللي اعطناه فاستبدأ السر ال thrilled و Буд هذه الجامنت و قتىbox الجامنتوم تيريس هي الجامنت ولكن الجامنت شاب عندي Artzych This chain بما نت6 وفاين من اللي지 حلigos Strie داكتس ارتريوز ستبقى 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 داكتس ارتريوز ستب الانترنت الليجيك الي كان طالع من الانترنت الليجيك و رايح للبلسنت و احنا قصونا الامبلكا للأمبلكا الكورت معظم الارتري ده سيكونوبليتريتد يتحول الليجيمند اسمها lateral ambivalical ligament في بعض الكتب يسمونها ميديا الامبلكا لجيمند و هنسميها lateral أو ميديا الامبلكا لجيمند و دي الليجيمند بتوصل بداية اسمه Obletricated Ambilical Artury طالع من الانترنت الليجيك يعني هنحنا بقى الانترنت ليجيك بيدي برانش اسمه اوله مفتوح عشان يغزي اليورين البلادر واخره ليجي منترايحة للأمبيريكس هذا الارتري كان مفتوح في الفيتال لايف كله عشان بيدي البلاد للبلاسينتا اللي تنظفه لما قصينا الامبيريكال كورت مواظم الارت دات أفل مع عدى بدايته لان فيها بلاد رايح لليورين البلادر جزء من تغزية بتاع اليورين البلادر عشان كيف يسموا الارت دا ايه؟ Obleterated Ambilical Artery نسمع مع بعض بقى ايه اللي قبل و ايه اللي بعد تلاتة اربعة تلاتة قبل او immediately بعد الولادة اسمها immediate changes three events نقول مع بعض starts of pulmonary circulation functional closure of the formal ovale طبع بعد كده هتقفل anatomical fibrose و functional closure of ductus arterios وبعد كده تبقى fibrose تبقى legant اوكي جماع؟ طيب يعني start pulmonary circulation يعني البيبي اللي ما تولد الدم اللي كان في اللونج اللي كان تكولابسد هيتطرد لان الهوى دخل اللونج اتنافخت زي البلون الهوى الدم اللي كان فيها هيتطرد الليفتي اتريم فالليفتي اتريم يتميلي بالدم وده هيبقى فاكتور يساعد على ان البريمام وتسكندم سيبتم يبقوا كولابسد على بعض وتتقفل الفتحة اللي بينه closure of functional closure of form novel طب واتبعت البلود اللي رايح اللونج انا شفت البلود اللي راجع من اللونج عن طريق بالمونري بينز اللي رايح بقى عن طريق بالمونري آرتري ده كان قليل في الفيتال لايف ايه اللي يزوده؟ تقول لي كان قليل عشان الدكتس كان مفتوح دكتس آرتريوزس هتقفل فالدمه يضطر يروح لمين للنم يبقى immediate changes start of pulmonary circulation functional closure of form novel functional closure of ducts arterios يعني functional closure يعني لسه مفيش فايبروزس لسه هيلتحموا مع بعض later on late fibrotic changes هنزود عليها واحدة دلوقتي late fibrotic changes هنبتدين نلاقي احنا عندنا left ambilical vein هيبقى ligamentum tears بين ايه و ايه؟ بين الambilicus وال left branch بتاع البورتال vein ductus venousis هتبقى ligamentum venousum بين left branch of portal vein ليه الانفيرو فاناكافى بكده left branch of portal vein بيوصلوا كم ligament اتنين ligamentum tears ligamentum venousum what about ductus arteriosus ductus arteriosus بين left branch of pulmonary artery والاورتك ارش الاول afric functionally contraction وبعك يتبقى fibros هتبقى ligament اسمها ايه؟ ligamentum arteriosum distal part of ambilical artery معناها ايه؟ معناها ان كان قبل الولادة كان فيه ambilical artery طلع من الانترنال اليك هذا الامbilical artery رايح للبلسنت عشان يعمل exchange بعد الولادة الدكتور اس الامbilical cord يبقى الامbilical artery دا ملوش لازمة لا ليه لازمة في اوله بس في بدايته بدايت خروجه من الانترنال اليك مفتوح وفيه دم عشان بيدي بلات صبلاي للمسانة البولية urinary bladder لكن بقيته هيتحول ل ligament من اول مائد دا البرانش للبلادر لغاية الامbilicus هيبقى ligament اسمها letter of ambilical ligament اوكي يا جماعة اه دي circulation مع التغيرات بصوا معي هنا كان فيه lift ambilical vein اهو دا هيبقى ايه ligamentum tears ودون ال lift branch بتاع البورتال vein دا شغال ما فيه بلات لكن من هنا لغاية الامفيرو فيناكافا عندك ligamentum venousum كانت ايه ductus venousus attitude changes اللي هم الليت بصوا هنا الفورام الأوفال الدم على الامفيرو فيناكافا خلاص رجع رجع السكة بقى تسد لان الضغط الدم هنا عالي لما اللانجة ملت بالهوا الدم رجع من اللانج لل lift atrium شوفوا الاسهم فالدم يعالي ضغط هنا وزق septum primum على scandum تقفلت السكة الاول functionally وبعدين مع الوقت تبقى fibrosed تقفل anatomically فاكرين هنا كان فيه ductus arteriosus دي قفلته بقت ligamentum arteriosum والدم اضطر عن طريق pulmonary artery يروح لللانج بقى خلاص مالوش سكة ان يروح للقرش في ايه او في aort كده خلصنا fiter circulation من ضمن الانومل ازي اللي عايز تعرفوها المشاكل اللي ممكن تحصل من الكلام اللي انا قولت دلوقتي حاجة اسمها betant ductus arterios ممكن تفضل مفتوحة betant ductus arterios وانا قلت ها انها ممكن تبقى معها aortic cortation او ممكن تبقى مفتوحة لوحدها من غير ما يكون معها aortic cortation failure of closure وطبعا failure of closure of forum novell انتم عارفين واسد اللي هو atrial septal defect تمام جماعة كده خلصنا development of the heart في المحاضرة الاولى والتانية development of vessels بالانوماليز بتاعتها في المحاضرة الثالثة والربعة لقد قلت لكم انه ان في حاجة عايز تزودها في الاخر خالص اللي هي ايه بقى الى anatomical closure of forum novell يعني هنا رقم اثنين يبقى معها رقم 5 ما بعتلك الفايل هزود لكم ال event دون في late five protect changes يبقى هم 3 و 5 3 immediate و 5 late ok late فضلهم واحدة بس اللي هي مين يا جماعة anatomical وبكده يبقى خلصنا development of cardiovascular system يا رب تكونوا انبسطوا منها اسمعوا المحاضرة مرة واثنين وبعدين نقرأ منقراش قبل ما نسمع اسمعوا مرة واثنين هتلاقوا الكلام ان شاء الله سهل عليكم ومجرد فهموكوا حتى من المحاضرة لو جاء اي سؤال من الاسئلة وهتبقى سهل قوي لجامنتم مثلا يعني لجامنتم طبعا هيبقى عارفين الصورس جاي منين مثلا starts of pulmonary circulation due to اللي هي immediate changes after delivery في الفيتر circulation starts of pulmonary circulation is due to يحط لك اربع حاجات منهم حاجة اسمها مثلا اي نقول closure of ductus arteriose هل closure of ductus arteriose ليه role في ان pulmonary circulation تشتغل طبعا ليه لان ductus arteriose لما كانت فتحة في fetal life كانت بتدي الدم اللي عندها من pulmonary trunk ل اورط لكن لما تقفل كل الدم التع pulmonary start of circulation برضو بنفس الطريقة ممكن نقول ductus arteriose developed from it originate from one of the following sources ممكن يقول لي مثلا ايه fifth arteriose اللي اختفى ممكن ممكن يقول لي distal part of the right six arteriose arteriose على الطبع ده هيختفى distal part of left six arteriose صح ايه دي الاجابة الصح وممكن يحط معها بقى third arteriose بحيس ان ايه نختار الاجابة الصح يا رب تكونوا انبسطوا اسلم عليكم بقى وان شاء الله ربنا يوفقكم وان شاء الله يبقى موضوع حلو ولزيز الامبرولوجي يا جماعة بيعلمنا ازاي ربنا بيحبنا وازاي خلقنا في احلى صورة الامبرولوجي كمان بيفدنا في الكلينيكال بعد كده لان احنا هنشوف حالات ومشاكل صحية عند ناس نتيجة مشاكل في الامبرولوجي فلما يقولك الراجل ده عنده في عنده ASD ده حالة ASD يعني اتريل سيبتال ديفكت قبل ما تاخدوا الحالة دي في الكلامي هتلاقي الدكتور بيسألكه ايه اسبب الاتريل سيبتال ديفكت اللي مش بذاكر الامبرولوجي مش هيعرف يقوله اصل الاستيام سكندم ده بتزياد عن زوج اللي الفتحة اللي كانت فعل حتة في السيبتال برايم او ان هي كانت طبعية بس السيبتال سكندم مش هيعرف نتكلم غير لو احنا عندنا بيس امبرولوجي حلو ربنا معاكو ويوفاكو وشوفكو دايما بخير وانا مبسوط ان انا بيتقابلكو لايف دلوقتي في الكلية عكس ما بدينا في وقت الانلاين كله لأ بتتشوفكو بتتعرف بيكو لا عايز اي سؤال طبعا هتشوفوني في الكلية كتير وانا هجاوبكو على كل اسئلة اللي انت عايزان ربنا معاكو ويوفاكو مع السلامة